بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس الثامن والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هو أغنى وأقنى وله الحمد والشكر على ما أعطى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام زكاة عروض التجارة التي هي أحد الأموال التي تجب فيها الزكاة فالعروض جمع عرض بإسكان الرائي وهو ما أعدى لبيع وشراء لأجل ربح سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وعروض التجارة هي أغلب الأموال فكانت أولى بدخولها في عموم هذه الآيات وآيرها وروا أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رفصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر أو مديرا كالتجار الذين يرصدون الأموال في الحوانيط سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك أو كانت آنية كالفخار ونحوه أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير معلفة فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط الشرط الأول أن يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبة والوصية والإيجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة بأن يقصد التكسب بها لأن الأعمال بالنيات والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين الشرط الرابع تمام الحول عليها لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها ولا يعتبر ما اشترية به بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول لأن هذا هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا صاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للآجار فلا زكاة في ذواتها وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول والبيوت المعدة للسكنة والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأذرع والمكاييل والموازين وقوارير العطار كل هذه الأشياء لا زكاة فيها لأنها لا تباع للتجارة بل هي معدة للاستعمال أيها المسلم أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبرها مغرما قال الله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده فهؤلاء اعتبروها ونووها مغرما يتسترون بها عن حكم الإسلام فيهم وينتظرون أن تدور الدوائر على المسلمين لينتقموا منهم فصار جزاؤهم أن عليهم دائرة السوء وحرموا الثواب مع ما خسروا من أموالهم والمؤمنون يعتبرون الزكاة حين يخرجونها قربات لهم عند الله ويغتنمون دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فهؤلاء يوفر لهم الأجر ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته لنيتهم الحسنة ومقصدهم الأسماء اتقوا الله أيها المسلمون استشعروا هذه المعاني وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا استغفروا الله إن الله غفور رحيم وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين